ضربات بالصواريخ الروسية هزت العالم بأكمله يوم أمس وذلك لأنها استهدفت أحد أهم أعضاء حلف الناتو ألا وهي بولندا وهذه القصة كلها بدأت من هجوم روسي كان موجه مباشرة على أوكرانيا وطبعا الهجوم كان قادما ليس بصاروخ أو بصاروخين هم بدأوا هذه المسألة بمئة صاروخ كروز من نوع KH-101 هذا الصاروخ قادر على قطع مسافة 4500 كم إلى 5000 كم بمعنى آخر أنه يستطيع تعدي أوكرانيا وضرب أي دولة من دول أوروبا الصاروخ ليس عاديا أبدا كل هذه النقاط الحمراء هي تمثل المدن الأوكرانية التي استهدفت بهذه الصواريخ الهدف الأساسي طبعا بالنسبة لروسيا هي كانت منشآت الطاقة أو محطات الطاقة الكهربائية تحديدا هي التي استهدفت وطبعا أبرز المدن التي ضربت هي العاصمة الأوكرانية كييف ضربت ليفيف ضربت رافينا وكذلك خاركيف وأيضا كانت هناك ضربات على أوديسا وأيضا كريفيري وغيرها من هذه المدن التي ترونها وبالتالي الضربات كانت عنيفة للغاية كما تحدثنا مئة صاروخ هي التي ضربت هذه المناطق ليفيف انقطع منها التيار الكهربائي تماما ضرب للبنى التحتية بشكل كبير على ليفيف وكذلك في العاصمة الأوكرانية كييف قطعت الكهرباء أيضا عن أكثر من نصف المواطنين الموجودين في كييف وأتحدث هنا عن قطع عن التيار الكهربائي على عشرة ملايين مواطن موجود في أوكرانيا بحسب ما تحدث عنه الرئيس الأوكراني فلودي ميرزيلنسكي تمكنوا من إعادة الطاقة الكهربائية لثمانية ملايين شخصا ولكن مليوني شخص بقيوا بدون طاقة كهربائية مشكلة كبيرة أوكرانيا قالت بأن لدينا مشاكل في الطاقة عليكم الوقوف معنا ولكن المفاجأة الكبيرة ورغم أن هذا الحدث يعتبر كبيرا يعتبر جزءا من حرب الطاقة يعتبر جزءا من الحرب على البنية التحتية الأوكرانية ولكن فجأة جاءت الأنباء لتتحدث بأن هناك انفجارا كبيرا قد دك بولندا في نقطة قريبة من الحدود الأوكرانية البولندية وبولندا أكدت هذه المسألة وأكدت هذه الضربة وقالت بأن هناك مواطنين بولنديين قد قتلا بسبب هذه الضربة وكانت هناك أساسا لقطات طبعا من الممكن أن نلقي نظر عليها لطبيعة هذه الضربة هذه كانت اللقطات الأولية الواضح بأنها سقطت على منطقة زراعية منطقة مفتوحة وهذه لقطات أخرى نهارية نوعا ما توضح طبيعة هذا الموقع مع حقيقة ذكر اسم هذا الموقع الذي هو ضربه وطبعا هو بريزيو دوف هذا هو الموقع تحديدا والقرية التي ضربت في بولندا تحديدا إذا ما أخذنا لقطة مثلا على سبيل المثال من هذه الصورة وحاولنا أن نحللها صورة مقربة فقط لنحاول أن نفهم أين جاءت هذه الضربة هنا كما تلاحظون هناك عدد من العلامات المهمة التي ستدلنا على الموقع هنا منزل أبيض واضح مبنى أبيض مميز للغاية مع التفافة بسيطة كما نلاحظ من هذا الطريق وهي مهمة للغاية وكذلك هنا كما نلاحظ بأننا أمام حديقة كبيرة هنا وكأننا أمام شقق سكنية مبنى كبير كذلك هناك طريقا يمتد بهذا الشكل وبعد هذا الطريق طبعا تأتي حديقة كبيرة واضح جدا وبعد ذلك بعد هذه الحديقة تأتي أسجار نأتي أمام جمعة من الأسجار هنا وهذه أيضا مسألة مهمة وطبعا عندما ننظر إلى هذه المسألة نلاحظ بأن هذا التصوير قد بدأ بعد الضربة ولم يبدأ مثلا أثناء الضربة لأنهم في بولندا لا يتوقعون مثل هذه الأمور أن تحدث وبالتالي هنا ما يأتي من هذا الانفجار وهي توضح أن الانفجار قد حدث بعد هذه الحديقة التي تراحظ هنا هناك أيضا منزلا نوعا ما واضح جدا بأنه ليس مغطأ أو يبدو متوازيا مع النقطة التي ضربت هنا بهذا الشكل وأيضا نلاحظ بأننا أمام مسافة هنا يوضح بأن المسافة مفتوحة للمبنى الذي طبعا يتم التصوير من خلاله وبالتالي هنا نحن أصبحنا أمام علامات من الممكن من خلالها إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي أن نتعرف على طبيعة هذا الموقع هذا هو القمر الصناعي ودعونا نقترب من هذه المدينة هذه هي أوكرانيا هنا بولندا هنا الحدود الأوكرانية طبعا مع بولندا إذا ما حاولنا التوقف هنا فإن هذه المدينة التي نتحدث عنها هي تأتي هنا هي رئيسة مدينة هي قرية صغيرة تبعد ما يقارب 7.8 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا وطبعا هي برزيادوف تحديدا دعونا نقترب من هذه المنطقة هنا نحن سنبحث عن منازل منازل سكنية تحديدا شقق سكنية كبيرة لكي نتعرف على هذه المنطقة الآن سنلاحظ هذه هي برزيادوف سنلاحظ بأننا أمام مباني سكنية هنا ومباني سكنية هنا تبدو المباني السكنية هنا كبيرة مع المناطق المفتوحة كهذه الحديقة وهذه الحديقة الأخرى مع مبنى أبيض بهذا الاتجاه تبدو العلامات متطابقة بالتفافة بسيطة إلى الشمال الآن لكي نحاول أن نأخذ نفس الصورة التي كانت تصور لهذا الموقع فجأة سنجد بأننا أمام نفس العلامات هذا هو المنزل الأبيض الذي تحدثنا عنه مع هذه الانعطافة وهذه الحديقة الكبيرة التي تحدثنا عنها مع هذه المسافة طبعا توضح بأن التصوير كان حاضرا من هذه المنطقة وهذا هو المبنى الشقق السكنية الكبيرة التي تحدثنا عنها مع الطريق المميز القادم بهذا الشكل مع المسافة التي تحدثنا عنها من هذه الحديقة الكبيرة وبعد ذلك تأتي أشجار لا تبدو متطابقة مع الصورة ولكن قد تفسر الكثير مع الدخان القادم من هذا الانفجار وطبعا ظهر بعدها كما تحدثنا هناك منزلا يبدو بأن هذا المنزل هو الذي كان ظاهرا مع الدخان القادم على ما كان يبدو من المقطع بهذا الشكل وأيضا مع تذكر بأن النقطة التي ضربت هي النقطة لفلاحين نقطة زراعية نوعا ما مما ظهر من المقطع الأول المقطع الليلي وبالتالي هذه توضح بأنها كانت هذه المنطقة تقريبا هي التي ضربت وبعد ذلك بدأ التصوير مع هذه العلامات لتؤكد كل شيء دعونا نقترب من النقطة التي ذكرتها لكم النقطة التقريبية طبعا لهذا الموقع لنقترب منها وسنلاحظ فعلا أن الضربة هنا تؤكد بأننا هذه النقطة هي التي ضربت وهي التي أدت إلى مقتل شخصين ولكن ما يجب أن ننتبه إليه بأن هذه الضربة التي نتحدث عنها كان من الممكن أن يسقط فيها عدد كبير من الناس كان من الممكن أن يسقطوا عشرات الناس لو سقطت على إحدى هذه المباني الموضوع خطير للغاية وليس موضوعا عاديا أبدا وطبعا كانت هناك اتهامات متبادلة أولا بالنسبة لأوكرانيا اتهمت مباشرة الروسيا بأنها هي التي كانت خلف هذا الموضوع هي كانت تهاجم أوكرانيا بالصواريخ بمئة صاروخ وهذه واحدة من الصواريخ التي سقطت على بولندا وكذلك المشكلة في هذا الموضوع أن بولندا أيضا قالت أن الصاروخ الذي سقطه هو من صناعة الروسية ومزاد الطيم بل تقرير من مسؤول أمريكي استخباري كبير قد صرح إلى الأسوشياتيد برس ونقلت هذا الأمر وكالة رويترز وقال بأن الصواريخ هي روسية وكانت قادمة فوق الأراضي الأوكرانية وتسببت بهذه الضربة وطبعا بالنسبة لبولندا هذه مشكلة حقيقية للغاية لأنها طبعا دولة جزء هي من حلف الناتو وهذا اعتداء مباشر على حلف الناتو وطبعا كذلك أن بولندا تشعر بالخطر خاصة وأن أغلب الأسلحة وأكثر الأسلحة القادمة من الناتو إلى بولندا حقيقة القادمة من الناتو تأتي إلى بولندا وتأتي مباشرة إلى أوكرانيا وأساسا بولندا تشعر بالتهديد في الفترة الأخيرة وفي الفترة الماضية وذلك بسبب في الشهرين الماضيين الروس كانوا يحشدون مع البلاروسيين بتعاون المشترك بأن الروس حشدوا في هذه المنطقة في بلاروسيا تحديدا وحشدوا مع البلاروسيين على الحدود مع بولندا ومع أوكرانيا وكان هناك تقريرا قادما من النيويورك تايمز كان قد تحدث بأن هذه القوات ووجودها هدفها هي مهاجمة مدينة ريفينا ومدينة ليفيف أي تحديدا نفس المدن التي ضربت يوم أمس بالصواريخ الكروز الروسية مباشرة على هذه المدن وعلى هذا الأساس بولندا وجدت أن هذه النقطة التي ضربت هي واحدة من النقاط قد تكون تحذيرية أو غيرها بأننا سنضرب الشحنات السلاح التي تأتي إلى أوكرانيا حتى وإن كانت داخل بولندا لن نتوقف عن هذه المسألة وبالتالي هذه القوات متوقع أن تتقدم وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وقوات الأمريكية تحديدا كانت قد تواجدت أساسا في رومانيا وحديث عن حرب النووية وغيرها وبالتالي بولندا شعرت بالخطر وعلى هذا الأساس بولندا مباشرة بدأت تطالب بتفعيل المادة الرابعة في حلف النيتو أو في معاهدة النيتو والمادة الرابعة تنص ببساطة بالنسبة لبولندا بأن عدة تفعيلها أن هذه الدولة تشعر بالخطر تفعل هذه المادة تجتمع دول حلف النيتو ببساطة يناقشون الأمر هل هي ضربة متعمدة هل هي ضربة مباشرة وغيرها وإذا ما تأكد لهم بأن الضربة مباشرة ومتعمدة مثلا على سبيل المثال من روسيا فهذا يعني تفعيل المادة الخامسة وتفعيل المادة الخامسة تنص أن أي دولة من حلف النيتو تضرب بشكل مباشر وباعتداء مباشر هذا وكأنك ضرب جميع دول حلف النيتو وبالتالي نحن يوم أمس كنا أمام لحظات خطرة للغاية من حرب عالمية كبيرة كان من المفترض لدول النيتو أن ترد مباشرة على ما جرى من روسيا ولكن كان هناك تأني في هذه المسألة لسببين مهمين السبب الأول أن روسيا قالت بأننا لم نضرب وتحدوا تماما كل هذه الروايات نحن لسنا المسؤولين عن هذه المسألة السبب الآخر أن السلاح المستخدم من قبل أوكرانيا أغلبه روسي ومنها منظومات الأس 300 التي طبعا هي روسية في الأساس وبالتالي نحن أمام صاروخ الروسية طيري وهاجم وصاروخ دفاعي أيضا من صناعة الروسية يستخدمه الأوكرانيين وبالتالي لا بد من التحقيق بهذه المسألة وكانت هناك الكثير من الأدلة التي غيرت القصة تماما إذا مثلا ما توجهنا إلى شضايا الأسلحة التي ستلاحظونها الآن هذه هي شضايا التي سقطت طبعا على بولندا ستلاحظ بأنك أمام عدد من الثقوب هنا الموجودة في هذه الشضية وكأنها منعطفة بهذا الشكل طبعا الذي ترونه وأيضا هناك خطين تأتي بعد هذه الثقوب المشكلة عندما نعود إلى الأرشيف في الحرب الأوكرانية الروسية وتحديدا إلى نهاية الشهر الماضي في 31 من أكتوبر سنلاحظ ببساطة بأن كان هناك صاروخا قد سقط على خاركيف هذا الصاروخ هو تابع إلى منظومة الأس 300 التي يستخدمها الأوكرانيين إذا ما حاولنا أن نتقدم أو نقترب عفوا من هذا الصاروخ سنلاحظ بأننا أمام نفس هذه الثقوب وأمام نفس هذه الخطوط وتبدو هذه نفس العلامة التي كانت ظاهرة الواضح بأن الشضية متقاربة تماما هذا الصاروخ هو من نوع 5V55K الذي يستخدم من منظومة الأس 300 الروسية التي تستخدم كما تحدثنا من قبل الأوكرانيين وبالتالي أصبحنا هنا أمام أدلة لا بأس بها كل شيء متطابق كما تلاحظ ليس هناك اختلافا كذلك هذه النقطة التي تلاحظونها وهذا الشكل الخاص بهذا الصاروخ تتطابق مع صواريخ الأس 300 التي كانت معروضة بهذا الشكل في إحدى الصور التي نشرتها أوكرانيا سابقا عن منظومات الأس 300 تلاحظ الثقوب تلاحظ النقطة متشابهة تماما مع هذا الصاروخ وهذا يوضح أن هذه الشضية هي قادمة مباشرة من منظومة الأس 300 الأوكرانيين عندما كانت تتصدى للضربة التي جاءت من قبل الروس كذلك يجب أن ننتبه إلى مسألة أخرى أن الروس أيضا نوعية الصواريخ التي استخدموها في الهجمات على أوكرانيا هي كانت هذه واحدة من اللقطات التي قربنا عليها طبعا هذه الصواريخ الوحيدة النوع الوحيد الذي استخدم في الهجوم على أوكرانيا هذا الصاروخ لمن لا يعرف فهو من نوع كي أتش 101 الروسي صاروخ كروز كما تحدثنا يصل إلى مسافة ما يقارب الأربعة ألاف وخمسمائة كيلومتر هذا الصاروخ بالنسبة لفرص الخطأ أي أن دائرة الخطأ الخاصة بهذا الصاروخ إن أخطأ الهدف فإنه سيخطأ على مسافة خمسة أمتار وهذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه إليها بالحديث عن ليفيف بالحديث عن رافينا النقاط التي ضربت فيها نقاط الطاقة بعنف كبير وبقوة كبيرة للغاية هذه المناطق مثلا بالنسبة لليفيف تبعد ما يقارب الأكثر من خمسين كيلومترا عن الحدود وبالتالي هذه توضح أيضا من الجانب الروسي من الصعب للغاية أن يسددوا مثله هذه الضربات على الداخل البولندي وإنه خطأ هذه الصواريخ لا تخطأ لديهم قصد بالنسبة للروس عندما يستخدمون هذه الضربات وإن تقصدوها فهي ستسقط فعلا ولن يكون هناك مبررا تقنيا بالنسبة للقوات الروسية أن تخرج منه حتى أن روسيا بررت وقالت أن الضربات التي ضربناها كانت على عنق 35 كيلومترا في الداخل الأوكراني عن بولندا وبالتالي لا يمكن لنا أن نكون نحن خلف هذه المسألة مباشرة هذا الأمر هو الذي جعل أن تتغير القصة تماما من اتهامات لروسيا إلى كلام ظهر به الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الشكل وقال من غير المرجح أن الصاروخ قادم مباشرة من روسيا وأيضا ظهر ثلاثة مسؤولين أمريكيين لم يصرحوا باسمهم قالوا بأن المنظومة الأوكرانية الدفاعية الأسترثمائة هي التي تسببت بسقوط هذه الصواريخ الرئيس البولندي بنفسه أساسا قال الصاروخ هو أوكراني الذي سقط على بولندا ونستبعد تماما أن تكون روسيا هي التي قامت بهذه الضربات هل هذا يعني بأن المشكلة قد انتهت؟ لا أبدا فهناك أطراف وجدت بسبب روسيا وسبب الهجوم على روسيا سقطت هذه الصواريخ وقتل مواطنين من بولندا وهذا أمر خطير للغاية مثلا المستشار الألماني أولف شولتس على سبيل المثال مع يانس ستولتنبرغ وهو رئيس حلف النيتو الاثنان اتفقا معا أن المسؤول الرئيسي عن هذه المسألة وإن كان الصاروخ أوكراني وهو من صناعة روسية المسؤول الأول هي روسيا لو للهجوم الروسي على أوكرانيا لما حدث ما حدث وطبعا بالنسبة للأوكرانيين بدأوا يستثمرون كثيرا في هذه المسألة وفي هذه القصة التي جاءت بهذه الطريقة وبهذا الإسلوب فبالنسبة طبعا للأوكرانيين الآن وما تحدثوا عنه وبدأوا يتحدثون عنه قالوا بأننا الآن لاحظوا عندما نتعرض إلى الهجمات من روسيا فإن أوكرانيا وليس فقط أوكرانيا وإنما أوروبا بأكملها هي في خطر منظوماتنا الدفاعية ضعيفة أعطونا الأف ستة عشر أعطونا طائرات الأف خمسة عشر أعطونا أيضا المنظومات الدفاعية المهمة للغاية المتقدمة لكي نستطيع حماية الأجواء من مثل هذه الهجمات إن كنتم قادرين أيضا على فرض حظر جوي من قبلكم من قبل حلف النيتو فسيكون هذا أفضل على هذه المسألة طبعا هناك اعتراضات ألمانية على هذه المسألة لأنهم وجدوا من الممكن أن تكون هناك مواجهة مباشرة مع روسيا إن اتخذوا هذا القرار بإضافة إلى ذلك أوكرانيا بدأت تستثمر أيضا وتقول لاحظوا الهجمات تأتي عليكم يجب عليكم قبول عضويتنا وقبول دخولنا وانضمامنا إلى حلف النيتو على هذا الأساس المسألة وإن كانت ببساطة تأتي من أوكرانيا فهي لا تعني نهاية المشكلة هي قد تعني ببساطة تصعيد كبير في الفترة القديمة في الفترة القادمة عفوا قد تعني هذه ببساطة بأننا أمام لحظات صعبة وإجراءات صعبة خاصة وأن حلف النيتو اتخذ قرارا بأن المنظومات الدفاعية الخاصة بحلف النيتو يجب أن تقترب من الحدود الشرقية والدول الشرقية المحاذية من أوكرانيا وهذا طبعا يشمل بولندا للتصدي لمثل هذه الحالات اشتركوا في القناة